السلام عليكم شباب علي اوتاكو الجيمر رأيكم فيديو جديد قبل ما نبدأ لايك واشتراك يا اسطورة نسبة كبيرة غير مشتركين للأسف اللحصائية اللي شايفينها قدامكم يعني ما بعرفش بدي حكي الصلاحة بس الله يسعدكم اتمنى منكم تشتركوا يا اسطير واللي حاب يدعمني بشكل مادي يقدر يحط قود الايتم شوب اي واحد تسعة وهذا هو الايتم شوب اللي شايفي اليوم جعلنا مستر بيس بستايل جديد وحتى الحزم الجديدة اجت يا شباب اللي هي حزمة الخمسة دولار نشتروهم لتنسوا الكود اي واحد تسعة طيب اقلل اشتبعنا اليوم بهذا الماب اللي بنش سويناه اكتر من مرة والكود حتلاقوه طبعا بالوصف خلونا نبدأ الماب ونبدأ يا شباب نحطوا ريدي طي يا شباب اترسمنا كعادتنا بناخد غلابلر وطبعا شباب بدي احكي شيء بمقطع الماضي نزلته عن قليش اكس بي في ناس تقولين ليش ما يجيني اكس بي متلك اه شباب سهلة يعني معروفة اي شخص بختلف عن الثاني يعني حتى لو انت لاحظتها يعني ملاحظة وجربت على كذا حساب وتأكدت من هذا الموضوع كالشخص بختلف عن الثاني حرفيا الشغلة صارت حظ صرت اي استكشفت كمان انه ممكن ما دخل لفلك ما دخل هاي الاشياء يعني حرفيا عشوائي هاي حسابي مية وثلاثة وسبعين يا شباب ممكن يعطيني هلا كتير او حتى قليل ومرات بيعطيني اكس بي كثير حرفيا الشغلة عشوائي على الرغم اني كل يوم بسوي قليش اكس بي فهذا لانه قليش فممكن اول ما ينزل القليش يكون قوي وبعد مسلا ساعة ساعتين من نزول الماب يصير اكس بي ضعيف فالصراحة ايش السبب بالضبط انا ما بعرف فطيب خلونا نبدأ القليش كالعادة يا شباب طولت عليكم وطبعا يا شباب قبل ما تبدأوا القليش عشان ما تضيعوا وقتكم كثير وتستنوا 15 دقيقة انت ستحرك بالماب مثل ما عليك شاية اذا اجاك اكس بي مثلي متلاك شايفين اجاني اربعة اكس بي اذا انت اجاك حتى لو اكس بي واحد معنا تقلتش يستشغال يعني تقريبا تعبك مرايح على الفاضي فطيب ندخل من الرفض يا شباب هون طبعا انتكال عادة حتلاقوه هذا الماب معروف يعني اكتر من مرة استعرضته ولكن كل شوي بصير ابديت عليه شوفوا يعني حتى لو جيت جلدته هدول يا شباب هيعطوكم اكس بي اكس بي خفيف طبعا طيب لقدت الشبعناها هتلاقوه كالعادة بالزاوية هون تجوا يا شباب ترقصوا هينجلكم لهو تستنوا 15 دقيقة ويلا بس خلص 15 دقيقة برجعلكم يا شباب طيب يا شباب بعد ما خلصت 15 دقيقة هنحط الباس بورد مثل ما كنا شايفين اسا باقيان ثانيتين ثانية يلا خلص تحطوا الباس بورد هذا التالي شايفينه قدامكم واش تحطوا رقم اوكي خربطنا لازم يكون رقم اربعة يا شباب بعدين تحطوا رقم ثمانية بعدين واحد مثل ما هو تحط بعدين بعدين تحط ستارت بعدين تجي لهون بعدين تضغري تطلع عند هذا تاعت البرقر على طول من تحت مثل ما لكم شايفين هتلاقوه معكم زر اكس بي هون بهذا المكان وحيبدأ يزيد يا شباب مثل ما لكم شايفين وطبعا هاليوم قليل الكلتش اكس بي ولكن كلكم شفتم بارح عنداش اعطاني اكس بي الزر الثاني يا شباب موجود ورا هذا المبنى تاعت البرقر مثل ما لكم شايفين تجي لهون عند الارضية اللي مقلتش ايوه بهذا المكان بالضبط تضغط على الزر وحيبدأ مرة تانية يزيد معي الاكس بي ما بعرف ليش وقف الاعدات انت وصل لين كان عشرين الف بعدين وقف وبدأ يزيدني مرة ثانية كما كم شايفين زادت لفل طيج شباب بالزر اللي بعده عند راس البرقر هذا من فوق يا شباب كلي عليكم تطلعوا لهون متل ما كم شايفين الاكس بي لسه معي عم بيزيد معي هلا اثمانة وعشرين الف وقبل شوي كانت اخذ اكس بي كمان احوالي اربعة وعشرين الف يعني حاليا بيادر قوب معي خمسين الف اكس بي ورجع وقف الاكس بي مرة ثانية حاليا انا اخذت خمسين الف متل ما كم شايفين وقف وهلا بنقدر نزيد مرة ثانية خلونا نشوف كم ممكن نوصل في نهاية المقطع طيب المكان اللي بعده عند البنزينة هاي يا شباب كلي عليكم تروحوا لعند البنزينة تطلعوا له فوق هيك من فوق وتكبسوا على هذا المكيف وبرضوا بيزيد معكم الاكس بي حاليا اللي باي معي اني صلي اخذ سبعين الف اكس بي لحد هاي اللحظة نوعا ما جيد يا شباب سبعين الف هلا صرنا تقريبا خمسة وسبعين الف انتو شايفين خمسة وعشرين الف ولكن زيت قبل شوي خمسين ووقف فعشان هيك طيب شباب اخر زر معنا هيكون فوق عند هذا راس الفطر يمكن والله ما بعرف شو بيسموه بالضبط وكل اللي عليكم تطلعوا لهون بتكبس على اخر زر ومتل ما كم شايفين هيبدأ يزيد الاكس بي وبرجع بوضح لكم لكل ما اقطح واضحها عشان ما يجي نيوجع راس بالتعليقات المهم كل شخص بيختلف في عنا الثاني انا هلا تقريبا صار جاييني مئة الف اكس بي يعني نوعا ما جيد مقبول مئة الف اكس بي بما اني يوميا عبنزلكم كليتشات اكس بي بالنسبة لي مئة الف جدا رهيبة يعني لفل ونص تقريبا فعشان هيك بيضح لكم يا شباب انت ممكن يجيك اكثر ممكن يجيك اقل كل شخص بيختلف عن الثاني يا شباب الله يسعدكم لايك اشتراك كود لايتم شوب اي واحد تسعة نشوفكم في قلتش القادم بي ساوت